اهلا وسهلا مشاهدنا الكرام ومتتبعين الأيزاء مرة أخرى وضمن السلسلة مع المخيمات وعينون على المصطفين نتوجه مباشرة إلى المخيم بير الوطن مخيم جميل وفضاء إيكولوجي رائع نتعرفوا علي جميع يلا بي نستضيف خلال هذا البتء الختامي أحد عيقونات العمل الجماوي أحد عيقونات قطع الشباب والطفولة المهندس الجميل والأخ الكبير سي يوسف شنوي أهلا بك شكرا سي شام ومرحبا بكم في مخيم بير الوطن سي يوسف فضاء جميل وإدارة أجمل أشي يمكنك تقولين على هذا الفضاء البيولوجي والإيكولوجي الزوي أول فضاء جميل بالمستفيدين وجميل بكم وجميل بالمشاهدين اللي كيتبعوا معنا على المباشر دابا هو مخيم يعني رأى ضارب في العصور يعني رأى من من الأهد دي للحماية وهو يعني من خلال تسمية دي للوطن رأى من يعني رأى كتبه لك الجذور دي للمواطنة رأى نشأز من هنا سي يوسف بغتك تحكي لنا شكونا وما الجماعات وما من حيث العداد واحتى المناطق اللي يستفدوا من هاد المركز الوطني احنا اليوم في المرحلة يعني المشاريف دي لنهاية المرحلة الخامسة احنا يعني خلال هذه الخمسة المراحل استهدفنا مجموعة من الجمعيات الوطنية اللي نقدر نقول لك بلغ العدد دي لتلتعشر جمعيات وطنية من مختلف ربوع المملكة يعني إلى من الداخلة إلى من السمارة من بني ملال من الدل بيضاس لا إلى غير ذلك شحال بلغ العدد دي المستفيدين؟ احنا احتل حدود دي للمرحلة الخامسة وصلنا بدل يعني 1478 مستفيد ومستفيدة العدد للجمعيات؟ عدد الجمعيات 13 الجمعية وطنية سي يوسف من خلالك انت كقائد لهذا المخيم هذا المخيم اشنه يمكن يضيف للطفل او الشاب في الحياة دياله؟ يعني من اللي كان يقوله المخيم هو الاعتماد عنه في الدرجة اللولى والتعلم واحد مجموعة المهارات سواء الحياتية او المهارات الفنية او اليدوية من مختلف المشاريف يعني كلها تصب في الحقل التربوي التاقم اللي خدمتي معاو اللي خدمتك فاد الفضاء الجميل وشنا ردي نقول لك يعني 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 إلا بغيت نبدأ غدي نبدأ لك من الطريقة دي الاشتغال والطريقة الاشتغال يعني كان اعتمدوا راحة المقاربة استيباقية بتنصيق بمطابعة الحال مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب اللي جاءت بن ملا الخنفرة ولكن وراء هذا العمل واحد مجموعة دي الاطار اللي كان شكرا من هذا المنبر اللي كانوا معانا تاموقفين يعني كل من موقعي وكل بصفاتي على الاشراف لهذه المرحلة التخيمية اللي دست بالنسبة للبرامج اللي كانت في هذه المرحلة او المرحل بخمسة يعني كانت واحد مجموعة دي الانشيطة بما في ذلك يعني انشيطة وطنية اللي تتاضفات مع مع الدكرة العشرين غوش، التطورات المالك والشاب، استرجاع الدكرة والدهاب، عيد الشباب يعني هذه كلها محطات يعني احتفلنا بها في وسط المخيم بالإضافة للقطاعات المتدخلة اللي من خلال اللجنة الوطنية الوقاية من حوادث سير كانت صحة الفم والأسنان، كانت تدخولة دي الوقاية المدنية اللي كانوا تاموا ساموا معنا لحقا شدازة واحد الموجة دي اللي حروا في إطار اليقاظة قدرنا واحد المجموعة دي العورة التحسيسية على الوقاية من أسباب الخارق كلمة آخيرة سيوس كلمة آخيرة كنت منه يعني الجميع مقام طيب في هذا المخيم كبود دي كان شكر المديرية الجهوية لقطاع الشباب على المجهودات المبدولة واللي ما زالك التبدل والشكر الموصول كذلك الإخوان دي للموظفين اللي ساهموا يعني كل من جانبيه في إنجاح المراحل التخيمية شكرا لك سيوسف وكان حديد شيء وكنتمنى نستقبلوك في لقاغة أخرى ومواعد قادمة إن شاء الله مرة أخرى كي تجدد اللقاء بكم أعزائي هزائتي مشاهدين وكنستطادفوا حد أيقونات القادة الكشاف واليوم كنتواجدوا داخل منظمة كشاف الوحدة العربية ونتعرفوا عليه أكثر سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو سمك الله معك القائد حسن ودمسكين مفوض وطني في إدارة منظمة كشاف الوحدة العربية وقائد مخيم في بير الوطن مرحبا بك أول مرة كنتخيموا في بير الوطن؟ لا ماشي أول مرة هذه ثانية مرحلة مرحلة الثانية اللي كنتخيم في بير الوطن خيمنا في مرحلة الثانية في الشهر اللي فات ودب المرحلة الخامسة احنا كنتختمو تخيم وعطلة للجامع في هذا المركز الجميل سيحة سين علاش بير الوطن بالضبط؟ علاش بير الوطن احنا بحكم أننا كنضمو الحق الكشفي والكشاف عنده طبيعة خاصة كشاف البرامج دياله تقليبا كاملة كتبغيت أنك نبغون الشغل علىها في الخلع إذن لهذا أخصار نبيل الوطن لأن نبيل الوطن هو مخيم كشفي مئة بمئة كيف تزول البرامج ديال هذه المرحلة؟ الحمد لله الأمور غدا على أحسن ما يرام يعني غدا من حسن الأحسن البرامج متنوعة كين برامج صباحية وبرامج مسائية وبرامج ليليا بالنسبة لبرامج الصباحية غالبا كتكون كتقام من خلال وراشات وراشات كوينية وراشات فنية وراشات دعم إلى غير ذلك نقدر نقول في الوراشات كين فنون رياضة كل ما يتعلق بالعوقات كل ما يتعلق بالمجال الكشفي كين معامل يدوية سطبيقية الوليدات الصغار اللي هو في الحق الكشفي كانوا يقولون الزعرات والأشبال كين كذلك فنون رياضة كان عطيوها القيادات الكشفية قيادات الكشفية هم الرائدات والجوال لما مقبلين إن شاء الله لأنهم يشدوا حتى وما يطلق وشدوا الصرب وشدوا أقصى سؤال أخير كيف تعاملتوا مع الإدارة وكيف الإدارة تعاملت معكم خلال البرمجة والتخطيط ديالة أولا غير نجيونا دروع الإدارة ديال المركز والإدارة ديال القيادة ديال المركز ديال القيادة المخيام الإدارة صراحة بدون مجاملة كما كون قولوا هذا الشيء اللي بغينا القيناة والقيناة حسنية يعني الحمد لله الأمر مضبوطة كين الناس أكفاء نس ديال الميدان قينا نس ديال الميدان في قيادة قينات صرحي في مستوى عالي كينها بعض الاختلافات بعد هذا اللي كتكون واردة حتى في البيوت ديالنا ما كنحسوش بها إمسات حلات وإمسات غادات وإمسات عالية يعني كين واحد نسيجام كبير ما بين القيادة ديال القيادة ديال المخيام وما بين القيادة ديال المركز بير الوطن شكراً قياد حسن تباكل عليك كانت دي فرصة كنت من أوليك مرحلة جميلة تشرفنا بالحضور ديالكم ومن هذا المنبر هذا كاننا نقول تحية كبيرة كبيرة جيدة الجميع المنابل الإعلامية اللي كتحاول على أنها ديال جولة خاصة في برنامج عطان الجميع لأن بكم انتوما غيوصل الصوت ديال الجمعيات الصوت ديال منظمة كشفية غيوصل الصوت أو الرسالة ديال البلد اللي بغة وأنه يكون للطفل يعني صالح لنفسه ولوطني تحية لكم كبيرة شكراً لك حسن شكراً لك بعد ما استطادفنا القائد حسن استطاد هو واحد نجمة من نجمات الصغيرات وهي القائدة فاطمة زهرة أهلاً بك شكراً لكم كديراً فاطمة زهرة لا بس الحمد لله عشق بارك لا بس أول مرة كتخيمي فاطمة زهرة أه أول مرة اللي في المخيام نتيج من مدينة سلاياك أه من دوبية سالة أهربت من البحر و جيتي للجبل نحسن بدلوا لجو شنو اللي عجبك في بير الواطع أول حاجة صراحة تعلمنا شحمن حاجة جديدة منها النظام والفياق بكري الجوتة هو تبتلع لنا وخفلوا لما قدرنا لنسأقل مضغية ولكي من بعد كل شيء بالمدينة شنو تعلمت بالضبط في الميدان والمجال الكشفي تعرفت على ناس جداد صحابتي من مدن أخرين مقاشين من حاصر إلى مدينتي وحدها تعلمنا حاجة جديدة صراحة ويجعلنا نأكل مكلاهات ويجعلنا نأكل مكلاهات ويجعلنا نأكل مكلاهات وفي الممارات؟ تعلمنا بزيار المهارات الحياتية تأقلمنا مع القادة تطورنا شخصياتنا ويجعلنا شخصية حسن حسن كنت تقريباً على الحقيقة؟ نعم حسن ويجعلنا نأكل مكلاهات ما هو ناويهاتك؟ بيولوجيا بيولوجيا؟ نعم ويجعلنا نرى الوطن تصلح لك بيولوجيا نعم كيف تقدموا لكل مشاهدين الذين يشاهدونك عبر الأثير؟ أنا أصح الأباء بأن أصلاً 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 لديها لديها ولكن أصلاً أصلاً أنهم لديها تحصلوا إلى فقط لديها لرشون لديها تخصص في حاجة واحدة. خصك مره مره دفولات. مره سجدات. تعرف علانات سجدات تبتلجو. إنسان يسافر بوحده باش يقدر يطور مشخصيته. فاطمة مزهر نخلي لك شي مقطع مش اغنية. تهدي الاصديقات ديالك وصديقات ديالك لكي يشوفك. تهدي الكشفية الجميع بمشاكل للكم الاخر. نقدر الكم اخر. نشد الكشفية ديالك. موكيب الكشف الثائر يتحدى العثارات. ناثراً غرّ المآثر. ناطقه سنب المفاخر. عربيات السمات موكب الكشف سائر عطارات ناثرا غرى المآثر ناطقات بالمفاخر عربيات السمات شكرا لك فاطمة الزهرة شكرا لك وكانت مني ولك مسيرة موافقة شكرا لك شكرا لك